موسيقى عيس مجلس القيادة الرئاسية عديل العاصمة عدن النائب البحسني يشيد بجهود قيادة صندوق حضر موت الخيري لإستمرار تقديم المعونات للأسر الأشد احتيادا بمحافظة حضر موت موسيقى رئيس الوزراء يشيد بالقبض على شحن مهرب من طائرات مسيرة بمديرية شحن موسيقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي بالسفير الأمريكي موسيقى برعاية محافظ حضر موت افتتاح مشروع سد مهينة بمنطقة بين الجبال بمحافظة حضر موت موسيقى تحية طيبا مشاهدين الكرام وإلى تفاصيل هذه النشرة من قناة عاد بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي برقاة تهنيتين إلى رئيس جمهورية الهندرو بادي مورمو وذلك بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده وأعرب الرئيس العليمي باسمه ونواب المجلس الرئاسي عن أصدق التهاني الرئيس مورمو وتمنيته له بموفور الصحة والسعادة والحكومة وشعب الهند الصديق مزيدا من الرخاء والازدهار عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي السبت ومعه نائب المجلس العميد عبد الرحمن المحرمي إلى العاصمة عدن قادمين من المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد الرئيس العليمي حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتها المعلنة للشعب اليمني بما في ذلك العمل من الداخل وإعادة بنا مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات وأشار الرئيس العليمي إلى ما ستشهد هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات الخدمية والإنمائية بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بدعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ألواء الركن فرج البحسني بجهود التي يبدلها صندوق حضر موت الخيري في سبيل استمرار تقديم المعونات للأسر الأشد احتياجا بمحافظة حضر موت جاء ذلك خلال لقائي السبت بالرياض مع المدير وأعضاء مجلس إدارة صندوق حضر موت الخيري الذين استعرضوا سير عمل الصندوق الذي يستهدف في مرحلته الأولى نحو 10% من الأسر الأشد فقرا بحضر موت ساحلا وواديا بمعدل 25 ألف أسرى وصرف لهم ثلاث دفعات من الإعانات بكلفة إجمالية بلغت مليار و586 مليون و160 ألف ريال يمني إلى جانبي أبرز الصعوبات والإشكالات التي تواجه سير عمل الصندوق والتي أدت إلى توقف صرف المعونات للأسر المحتاجة فيما استمع النائب البحسني من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المدير التنفيذي إلى جملة من المقترحات الرامية لإعادة صرف المساعدات على المحتاجين وتوسعة نشاط عمل الصندوق من خلال دعم بعض المخابز لبيع الخبز بأسعار مدعومة ودعم الأسر المنتجة في افتتاح مشاريعهم بما يمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العملي لهم أجرى نائب مجلس القيادة الرئاسية العميد الركن طارق صالح اتصالا هاتفيا بنائب رئيس هيئة التشاوري والمصالحة الدكتور عبد الملك المخلافي للإطمأنان على صحته واستقرارها عقب إجرائه عملية قصطرة قلبية متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية كما أجرى العميد طارق صالح اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغري حمود بن عزيز عزه في وفاة شقيقه الشيخ سيف حمود بن عزيز إطرح حادث مروري مؤسف وعبر العميد طارق صالحا أحر التعازي وصادق المواساة للفريق بن عزيز وكل أهلي الفقيد وذويه سائلا المولى عز وجل بينه أن تغمد بواسع رحمته وسكنه فتيح جناته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان شاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالعاصمة عدن بعملية القبض على شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى الميليشي الحوثي الإرهابي موجها بتكريم مكافأة الموظفين والجنود الذين ضبطوا هذه الشحنة جاء ذلك في اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزير الدفاع ووزير الشؤون القانونية وقيادة أمنية وعسكرية ورئيس مصلحة الجمارك وعدد من مدراء الجمارك في شحن والوديع والمكلة ووجه رئيس الوزراء بوضع آلية عادلة وواضحة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ كما كلف وزيري الدفاع الشؤون القانونية مع الأمين العام للمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير آلية موحدة وفعالة لتعزيز الإجراءات لمكافأة التهريب في المنافذ والمعابر أدانت الحكومة اليمنية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الفلسطيني والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانتها الشديدة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الفلسطيني داعيتنا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوضع حدا لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لتطلعته المشروع في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وافقا لمبادرة السلام العربية كما عبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانتها وستن كارها الشديد للهجوم المسل على سفارة جمهورية أربيجان بالعاصمة الإيرانية طهران والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد حماية السفارة وإصابة آخرين وأكدت تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية أربيجان وأشعبها الشقيق تاعتني لاحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومحاسبة متورطين في هذا الهجوم الجبان التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك السبت سفير الولايات المتحدة لدى بلاد ستيفن هارست فيجن لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين واستعرض التطورات الأوضاع ونتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد كما تطرق بن مبارك إلى أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني بما يسهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات التي تسبب بها التصعيد العدوان الحوثي المستمر ومن جانبه استعرض سفير فيجن مجالات الدعم المختلف التي تقدمها الحكومة الأمريكية لبلادنا اليمن مجددا موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي ولأمن واستقرار اليمن التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بمدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الإلمانية الدكتور توباي ستونكال وذلك لمناقشة طورات الأوضاع في اليمن واستعرض اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الناتجة عن العدوان الحوثي على الشعب اليمني والدور التخريبي لإيران وضلورة إنهاء الارتباط الحوثي بإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ومن جانبه جدد ستونكال دعم بلاده لجهود تحقيق السلام ووقوفها إلى جانب أمن اليمن وسلامة أراضيه بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة بالعاصمة عدن مع مستشار أول وزارة الخارجية نيرويجينا كارينا أكرونيس والوفد المرافق لها سبل الدعم الممكن تقديمه للسلطة القضائية في اليمن وتطرق اللقاء إلى أوجه الدعم المطلوب في القطاع القضائي وأثره بتعزيز دور السلطة القضائية وأشار وزير العدل إلى أهمية تبني مشاريع البنية التحتية الخاصة ببناء المنشآت والمقارات القضائية لما من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة ومن جانبها كادت أكرونيس استعداد وزارة الخارجية النيرويجية للعمل المشترك وتنسيق الجهود لتبني تنفيذ بعض التدقلات والبرامج الممكنة الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية في اليمن التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان بالعاصمة عدن بفريق مركز سيفيك لحماية المدنيين في ظل الصراع برئاسة المديرة في ديل المركز واستعرض الوزير عرمان جهود الوزارة في سبيل حماية المدنيين أثناء فترات الصراع مشيرا إلى أن الكثير من التشكيلات العسكرية بالمناطق المحررة تعد وحدات ناشئة من بعد الحرب الأخيرة وبحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل وبناء القدرات للجهزة الأمنية في مجال القانون الدولي والإنساني وأكد عرمان أن الحكومة تبدل جهود كبيرة في تعزيز تفعيل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان ويتم معالجتها بأي انتهاكات من خلال التوصل المباشر مع الجهات المختصة ومن جانبه أعطى مدير سيفيك شرحا عن المركز وأعماله الإنسانية مشيرا إلى أن عمل المركز يتركز حاليا في محافظة مآرب وعدن الساحل الغربي ويسعى إلى التوسيع العمل بجميع محافظات اليمن أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري إلى أهمية تضافر الجهود لمواصلة دعم ومساندة الحكومة اليمنية لاستمرارها بتطوير أدائها وجهدها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وجهدها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وأوضح الزعوري بكلمة اليمن التي ألقاها في ختام اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالدوحة إلى أن اليمن كواحدة من دول المنطقة تتأثر سلبا وإيجابا بعدد من المتغيرات الدولية بإضافة الأوضاع المحلية التي تعيشها اليمن منذ ما يزيد عن أكثر من سبع سنوات وقال الزعوري إن ما يقارب إلى 21 مليون شخص يحتاجون للمساعدات وحوالي 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي وأن الإزمة الروسية الأوكرانية أدت لارتفاع الأسعار بنسبة 50% وأضاف إن استمرار تصعيد الحوثي يستهدف المنشآت النفطية تسبب بحرمان الدولة من مصادر الدخل القومي لتمويل الاحتياجات الأساسية ورواتب الموظفين ولفت إلى أن استمرار سيطرت المليشي الحوثية الإرهابية على المراكز المالية والإدارية للبنوك والمنظمات الأممية والدولية والصناديق يعيق أزمة أسعار العملة وحتى المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الحكومة اليمنية واتخاذ إجراءات وتدابير واضحة تجاه ما تقوم به المليشي الحوثية من جرائم إرهابية بعث وزير شؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة عمان الدكتور ليلى النجار مجالات الشراكة والتنسيق بين الجانبين وتطرق الزعوري إلى مناقشة قطة الوزارة المتعلقة بحماية الاجتماعية وكبار السن والقطة الوطنية اليمنية للمراتي للسلام والأمن متطلعا إلى أمكانية دعم الجانب الأماني لبلادنا في هذه القطة وبناء القدرات التأهيلية والتدريبية لطاقم الوزارة كذلك كما التقى الوزير محمد الزعوري وزيرة التنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بوحميدة وناقش اللقاء عدد من القطة والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمرأة وحماية الطفولة وكبار السن وبرامج المشاريع الأسر المنتجة من جانب آخر بحث الوزير الزعوري مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء الكيلاني مجالات الشراكة والتنسيق وسبل تعزيزها وتطويرها والاستفادة من خبرات الدول في التصديل الأزمات التي تواجه المجتمعات التي تعاني ويلات الحكوب ناقش الوزير الزعوري مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزهري تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبحث اللقاء القطة الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وغيرها من القضايا ذات الصلة وأكد الزعوري أن الوزارة حريصة للاستفادة من التجارب التونسية الناجحة في هذه المجالات وإمكانية بناء قدرات تأهليات لكوادر الوزارة بمختلف القطاعات كذلك بحث الوزير الزعوري مع وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيط استمرار التنسيق والشراكة في مجالات مختلفة التقى رئيس وهيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفرق روكن صغير بن عزيز السابت بعدد من قادة قطاعات جبهات مأرب والجوف من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وناقش اللقاء الذي ضم رئيس وهيئة العمليات اللواء روكن خالد الأشول وقائد المفرزة من قيادات قوات الدعم والإسناد في الداخل اليمني المقدم روكن طيار محمد زهراني الوضع العملياتي في جبهات المحافظتين والتحيديات الميدانية في مقدمة الممارسات الإجرامية لتنظيم الميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المناطق والقرى المتاقمة لجبهة القتال وأشاد رئيس الأركان بصمود أبطال الجيش والمقاومات الشعبية في مختلف الجبهات متمن تضحياتهم في سبيل حرية وكرامة اليمنيين والدفاع عن الثوابت الوطنية مشددا على التمرار الجاهزية القتالية العالية وفي عدن كرمت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الفنان الكبير محمد عطروش بدرع فنان الشعب وذلك في حفل ختام مهرجان الشتاء عدن الذي أقيم الأربعاء المنصر بالعاصمة عدن وفي الحفل أشاد وزير الإعلام معامل رياني بالتاريخ الفني والغنائي للفنان الكبير محمد عطروش مؤكدا أن الفنان أثر المكتب الفنية اليمنية بروائع غنائية مضيفا أن تكريم الوزارة للفنان عطروش يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالمبدعين والمثقفين والفنانين والصحفيين ممن لهم تاريخ حافل في المختلف المجالات وفي المكلة افتتح السابت بمديرية أرياف المكلة مشروع سدمهينة بمنطقة بين الجبال بمحافظة حضر موت الذي رأى توقيع اتفاقية بنوفمبر الماضي محافظ محافظة حضر موت مبغوث بن ماضي ونفذته مؤسسة يانبيع الخير الخيرية بتمويل من جمعية النجاح بدولة الكويت وتبلغ الطاقة الاستيعابية للحاجز المائي أكثر من 2000 متر مكعب ويأتي تنفيذ المشروع لتخفيف معاناة أهالي منطقة بالحصول على المياه ويهدف إلى تأمين مصادر المياه للقرى المستفيدة من الحاجز والحدي من انتشار الأمراض والأوبئة التي تنتقل بسبب المياه الملوثة بناء على توجيهات محافظ محافظة حضر موت مبغوث مبارك بن ماضي تفقد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين باعباد مديري التديسة الشرقية بمعية عدد من رؤساء الشعب التربوية وكان في استقبالهم مدير عام المديرية محمد باخوار ومدير تربية المديرية عثمان باخوار وتفقد باعباد ومرافقيه سير الدراسة بثانويته الصديق للبنين والبنات كما اطلعوا على مستوى أداء المعلمين بمدارس أبي الدر الغفاري والفقيد خالد عمر الغرابي والشهداء للتعليم الأساسي في مناطق حلفون والمعيملة وثوبان إضافة إلى تفقد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والتي تشتمل على بناء صفوف دراسية مع ملحقاتها وقاعات للنشاطات والمكتبات ووجه باعباد بتوفير عدد من الاحتياجات وفقا للإمكانات المتاحة كما عقذ بعد ذلك باعباد لقاء مع السلطة المحلية بالمديرية أشار فيها إلى أهمية هذه النزولات الميدينية لمواكبة تطورات العملية التربوية والتعليمية مؤكدا على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع التعليم في المديريات والمناطق النائية لتوفير كل مقومات العملية بغية التحاق الفتاة بمقاعدة الدرس لمواصلة تعليمها الجامعي وبالمكلة أيضا عقدها اجتماعا انتخابيا لجمعية القابلات اليمنيات بحضر موت بحضور ممثل الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت وأشار مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الوزارة بالمحافظة والضاحفة قطيان إلى أهمية الدور الذي يجب أن تطلع به الجمعية في تحقيق أهدافها مؤكدين لحرص المكتب على الدعم والمساندة من أجل انتشال وضع الجمعية والتفعيل دورها في خدمة القابلات والمجتمع واختتم الاجتماع بإجراء العملية الانتخابية وسط أجواء ديمقراطية أسفر عن اختيار مهاني باعاما رئيس الجمعية وانتصار سعيد بامومن أمينة عاما وفردوس باقاس مسؤولة مالية إضافة إلى أعضاب لجنة الرقابة والتفتيش وبمحافظة المهرة حيث نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بازار تسويقي للمستفيدات من مشروع دعم تمكين الشباب لتحسين سبل العيش بمحافظة المهرة وتفقد مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة المهرة علي المطيري أركان البازار التسويقي الذي يتضمن صناعة المعجنات والخياطة والتطريق والتجميل متعرفا على منتجات الأسر المستفيدة من هذا المشروع ضبطت قوات الحزام الأمني سيارة مفخخة أمس الجمعة قادمة من محافظة تعزى اليمنية وفي طريقها إلى عاصمة عدن وكشفت العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني بأن نقطة متحركة تابعة لطوارئ الحزام العاصمة تمكنت من ضبط السيارة مفخخة نوع تنتافي بمنطقة بئر أحمد بمديرية البريقة خلال حملة الانتشار الأمني الواسعة وأشارت العمليات بأن قوات حزام عدن سارعة لاتخاذ إجراءات السلام المتبعة حفاظا على الأرواح حيث أغلقت المنطقة المحيطة واتبعت الخبراء لتفكيك العبوات المزروعة في السيارة وبإشراف النيابة العامة فيما تم نقل المتهمين إلى الحجز للتحقيق معهم وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة رمى مجهول قنبلة صوتية بمول تجاري بالعاصمة عدن حيث استهدف فعالية ترفيهية لساحة ريد سيتي مول التجاري بمدرية المنصورة وأسفر التفجير القنبلة الصوتية عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي ويقمل قتال هذه النشرة عود بالتذكير بأبرز العنوان عيس مجلس القيادة الرئاسية عديل العاصمة عدن النائب البحسني يشهد بجهود قيادة صندوق حضرموت الخيري لاستبرار تقديم المعونات للأسر الأشد احتياجا بمحافظة حضرموت رئيس الوزراء يشيد بالقبض على شحن مهربة من طائرات مسيرة بمدرية شحن وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي بالسفير الأمريكي برعاية محافظ حضرموت افتتاح مشروع سد مهينة بمنطقة بين الجبال بمحافظة حضرموت إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من قناة عاد فلكم أطيب التحايا مني ومن طاقم عملي هذه النشرة وإلى اللقاء مع تمنياتنا لكم بمتابعة طيبة لكل ما قدمناه وأعددناه لكم من قناة عاد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر